موسيقى وهينا باليوم الخامس من الشتاء خليني نشوف شو حنا عمل اليوم وما بعرف ليش اطلعت عالطقس بس الحظ اليوم وسط ممتاز خليني نشوف شو حنا عمل في المزرعة الزرع الموجود لسه بده شوية وقت خليني نشوف الرسالة ديمتريس بعتلنا هدية وهلأ كالعادة بصبح على الحيوانات باخد المنتجات بتاعتها وزي ما قلتلكم بدي أقلق بهاي الحضيرة كلها ديناصورات ورح أحط بيض الديناصور بالحضانة مش مصدق متى يجيني الأوتوبيتر عشان أتخلص من هاي المهمة والأوتوبيتر لليما بعرف هي آلة بتحطوها جو الحضيرة وبتتفعلكم مع الحيوانات عشان تزيد قلوبهم بدل ما تروحوا عندهم كل يوم فبصفي بس عليكم تاخدوا المنتجات وطبعا هاي تستفيدوا منها كتير لما يكون عندكم كمية حيوانات هائلة وطبعا في أداء اسمها الأوتوك جرابر هاي تاخد لنا كل منتجات الحيوانات الحضيرة طبعا هاي لبعدين هلأ خليني أخذ منتجات الشجر واروح نبيعت العرباي يا ربت بيعيني الكابج ولأي حدا ما بعرف ضيلنا بس الكابج ومنخلص كومنتج سنتر كامل أوكي يا بيعت العرباي بيعيني الكابج وكمان مرة البوفر فيش أوكي يا بيعت العرباي برجع لكم الأحد هلأ بدروح للمدينة في عندي توحف أعطيها لغنثر ومع إنه الوقت شوي تأخر بس عم بفكر اليوم أروح على الصخرة بس من عند بام الأستاذ جونثر هاي كمان توحف لإلك واو هلأ انتبهت إنه عبينا كل الطاولات على اليسار مو ضايلنا كتير عشان نخلص المتحف هلأ خلينا نلحق على بام عشان نروح على الصخرة وهي بام بمكانها المعتاد خلينا على الصخرة هو صراحة عنا كمية منيحة من الإيريديوم وأخذنا كتير بريزماتيك فجيتنا كلها عشان نقضي وقت وناخد أشياء زيادة دايماً لما يكون عندكم وقت باللعبة ويكون لحدكم مو سيئ روحوا على كهف الصهراء مهمتنا لليوم غير أنا ناخد الريديوم بداقتل شوية اسلايمز عشان أحاول أخلص مهمة مارلين وطبعاً رح أشرب القهوة عشان أتسرع شوي من العملية ورح أبدأ أتل وفشل بالكهف هيعننا اسلايمز نيح في هذ الطابق وعننا شافت هون خليني أنزل بعد ما أخذ الجولدون أورز وهلأ كتشفت أني لسه مش عامل الإيريديوم باند لأنه ما عندي السولار إسنس صراحة أول بليترو بتأثر معاي بالسولار إسنس بالعادي بيكون معاي كمية هائلة منهم أوكي هذا مش حض ثالث زيارة لكهف الصحراء وكمان بريزماتيك مستحيل وما عندي وزع بجيبتي عشان بس تورجيكم أنه هون طلعت خليني بس أفضلها مكان وأخذها وكمل مغامرة وعن بطلعنا كمية إيريديوم نوز منيحة حض اليوم شكل كتير لطيف وهي بهذا الطابق كمان في كمية إيريديوم لطيفة مغلط وهينا بالطابق اللي بعده والوقت بلاش يتأخر كانت رحلة كتير منتجة اليوم خليني بس آتوا لهذا الشبح عشان السولار اسسنس وارجع البيت أوكي هيك بكفيها خليني نرجع المزرعة وشوفوا ما أحلى الطريق اللي جديد اللي عملته بين التمثال والبيت وهلأ بنهي يومي بإني أفوت على البيت وهيك تصبحها لخير واليوم السادس خلينا نشوف شو حلو نجيز اليوم والحظ اليوم سيء يعني ما في كهف وعم بفكر أخليها زيارة واحدة بالحلقة بالكتير وهلأ بدا نشوف شو صار في المزرعة خليني بس أشوف الزرع اللي بالجرينهاوس شو أخباره؟ أوكي كل الأمور تمام يعني بس تستنع بما يطلع وهلأ بنشوف شو أخبار الحيوانات ناخد المنتجات نتفاعل معاهم نخلص الأمور اللي بنعملها كل يوم طبعاً وجود الدفاية عند حضرة الحيوانات بالشتاء بساعد أن يعطوا منتجات بجودة عالية وهي الحضرة الثانية اللي حفظي أغلبها على السنة الجاي وأعتقد عارفين بالزبط مين راح نبيع الحيوانين اللي مش عم بيعطونا منتجات هلأ خليني أزبط شوي في المزرعة بدي أفضل الطريقة على حسب الرسمة اللي رسبت لكم إياها بالحلقة الماضية عشان أعمل طريق مستقيم من المخرج اللي فوق لحد ما يوصل لهون وبعدين بدأ شوف كيف تدفروا وهيك جهزت الطريق اللي بالنص هلأ بس ضل علي أحرك بركة المي ورح أكسر شوي من الطريق اللي على يمين عشان يكونوا متسويين مع الطريق اللي على يصار تمام هيك صارنا جاهزين بروح ندروبن أوكي روبن بدنا نحرك بركة المي اللي هلأ بنيتين لياها ورح أزيحة على اليمين شوي تحت البركة التانية أوكي شوي موت زويات مع الجرينهاوس بس مو مشكلة بس ما أنسى أرجع لأدام عند روبن عشان أبني أشياء تانية عندها الشتاء أحسن وقت عشان أبني فيه خلنا أروح لكهف الجبل أخلص مهام مارلين وبدك لأين الانشن سيد والخاتم اللي حيطيني يا مارلين بعد ما نقتل دست سبرايت حيساعدنا كتير من نلاقي الانشن سيد وهينا خلصنا دست سبرايت بهذا الطابق نروح للطابق اللي بعده وهي فيه دست سبرايت كتير هون ممتاز بتذكر من آخر مرة أنه تقريبا أتلنا أكتر من النص من المطلوبين بالدست سبرايت هلأ المفروض يكونوا أكتر وغير إني بدور على الإشباح اللي مش عم بطلعولي عشان السورة لإسنس اللي مش عم بطلعولي أوكي هيك مكفيها دست سبرايت هلأ بدي أروح أصيد سمكة اللافا بالطابق 100 لكهف الجبل لأنه بدي أحطها بركة المي اللي عندي بالمزرعة وطبعا اللي ما بيعرف المشكلة بهاي السمكة إنه جدا جدا نادر إنها تطلع فأله يسطر أوكي حاض اليوم مش ماشي لأنه أصيد سمكة اللافا قيل خليني أرجع المزرعة وهلأ بفوت على البيت وهيك تسبح على خير واليوم السابع من الشتاء يا ترى شو هنعمل اليوم والحظ كمان سيء يعني ما في كهف جبل أصلا واليوم الأحد عنا كوين فصونس وعنا بيعت العربائي دعواتكم على الكبج ويلا نروح نخلص أشياء المزرعة وهذا بيير شو بده آه صح بدي يحكينا إنه السن الجاي بدي يبيعنا بذور جديدة لكل موسم يعني الصيف حيبيعنا بذور الكبج أوكي بيير شكرا إلك إذا بعتني إياهم هلأ ما حنزعل وعنا كمان رسالة مين بعتلنا أوه بكرة في مهرجان مهرجان التلج واللي حيعملوه عند ماضي بالغابة بحب هذا المهرجان مسلي شوي وهلأ كالعادة بنا نصبح الحيوانات عشان نخلص المهام تاعتهم ونتفاعل معاهم وناخد بطجاتهم وما ننسى طبعا الحضرة التانية وهلأ بعد ما خلصنا من الحيوانات خلنا نروح نبيعها العربائي يا رب تبيعنا الكبج وهي عندنا جبنة المطلوبة بالكوميتي سنتر وعندنا ترافل وكالعادي البوفر فش كل إشي ما طوب بلكوميتي سنتر إلا الكبج الشكلها عم بتجاكر فينا شوي وهلأ بدنا نروح ندروبن عشان أبني إشي جديد للمزرعة كنت عم أفكر بالإستابل تالح صان بس صراحة مو شايف إلو داعي صح خليني أورجيكم شغلة حلوة بحب أعملها بتقدر طيروا مكان الصندوق بتاع البيع لأي مكان بالمزرعة وبحب أخلي لزق البيت عشان شكله أحلى ومنها ببيع أشياء بسهولة وهلأ نرجع للإشي اللي بدأ أبني لليوم واعتقد نبدأ أبني الشد عشان الكيجز هذا أحسن حل وزي ما بتتذكروا من التخطيط اللي عملته هون رح يكون مكان الكيجز ومكانه شبه جاهز وهلأ عندي تار قديم مع اللافا إيل لازم اليوم تنصد ما إلي علاقة لو بدأ ضيع اليوم كله أوكي يا لافا إيل يا أنا يا أنت وأخيرا بعد ست ساعات من وقت اللعبة ومش رح تروحي أي مكان ضيعت يوم كامل بس وأنا عم بحاول ألاقيك وأخيرا هاي السمكة الأسطورية وهيك بتصيدوا سمكة اللافا هلأ خلنا نرجع للمزرعة بل كذبطنا شوي فيها ونحط اللافا إيل بالبركة تعدها وبدأ أحط طريق واضح بين المخرج اللي فوق لتحت وحنكمل لحد بنواقف لمكان معين أعتقد لعند الخشب اللي تحت عبين ما نعمل مكان الكيجز حيكون ممتاز رائع شوفوا محلى الطريق هيك بسير صلعتنا منيحة بالمزرعة وراح نكمله لتحت وعليمين عشان نشبكم مع كل المخارج والمداخل أوكي هيك خلصت كل مهامنا لليوم هلأ بفوت على البيت وتسمع على خير واليوم الثامن يوم المهرجان والحظ اليوم سيء جدا منيح وراح أضي أغلب اليوم وانا بس بزبط في المزرعة عبين ما يبدأ المهرجان طلع لي شعلات من الرساكل رح أحطها حوالين الطريق اللي بطلع من التمثال وحط كمان وراء الرساكل عشان بل كي طلعين فيها أماش وأخذ بيض السمك اللافا قيل وبدي أستنعها بما يطلب إشي وهاي منطط الشجر بطلع تعجبني لازمها تصبيت ومشكلتي معاها إنه الشجر العليمين مو موازي الشجر العليسار أوكي هي كسرت كل الشجر اللي هون بدي أعملها بطريقة تانية وحعمل إشي على اليمين وحخلي اليسار يلحقه هذا الفصل رح نقضيه كله تصبيم لأنه أحسن وقت نصبم في المزرعة أوكي بدأ المهرجان خلنا نروح نتسلة شوي كالعادة ما نلسى نحكي مع سكان المدينة عشان نزيد قلوبهم وهي روبين كمان عبتبني هون وإليوت ما ننسى سباشن وسام وهي بيعت العرباي بس رطبينا أشياء للمهرجان ورح أشجر البمكين سوب لأنها كتير رخيصة ومنيحة ما فيه إشي تاني حشر الشجرة ليش لا هلأ منكمل حكي مع سكان المدينة أهلا نقص أوكي يا لويس يلا نبدأ المسابقة وهدف المسابقة جدا واضح بدكم تروحها لبقعة الماء وتصيدوا أكبر كمية سمك تدروا عليها هي المسابقة ممتعة إنكم تلعبوها بس شوي مملة إنكم تطلعوا عليها لأنه ما فيه شي نعمل هيك المفروض تصد كمية سمك منيحة بالعادة بفوز بهاي المسابقة بسهولة بس الله يسر وخلص الوقت وخلالنا نشوف من فاز ولويس أرفعني شوي من ريحة السمك أعتقد يا لويس إنك أنت حضرت المسابقة والفائز هو أنا ياي هداياهم صراحة منيحة فما حزعل وعن بفكر أن ألبس الطائية بس عجبت الطائية اللي أنا لابسها هلأ اكتبوا لي رأيكم بالكومتز غيرها أو لا ولويس بدو يرجع السمك على المي طبع طين إياه أنا ببيعه عنا شوية وقت رح أكمل أحط شعلات بطريقة مثال أوكي هيك منيحة لليوم هلأ خليني أرجع لبيت وهيك تصمعوا على خير بشوفكم بالحلقة الجاي ترجمة نانسي قنقر